مع اقتراب موعد الانتخابات المقرر يجرؤها في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل تتجاهل حكومة المنطقة الخضراء في بغداد مطالب ثوار تشرين وتصر الأحزاب الحاكمة وميليشيتها على قمع العراقيين هنا وهناك ولا تستحي في الوقت نفسه من الدعوة إلى الانتخابات والاستمرار بعرض مسرحية ضرورة المشاركة فيها من أجل الإصلاح ادعاءات التغيير ومحاربة الفساد لم تعد تنطلي على العراقيين ولسيما ممن حكموا العراق منذ عام 2003 ولم يقدموا له سوى الدمار فالشارع العراقي عبر عن رفضه عودة الطبقة السياسية نفسها واميليشيتها التي عاتت في العراق فسادة وخدمت الأجندات الخارجية بكل ما أوتيت من قوة وما تمزيق لافتات المرشحين للانتخابات إلا تعبير واضح للرض الشعبي لتلك الوجوه التي يعاد تدويرها للتجثيم على صدور العراقيين في حين لوح مجلس القضاء باتخاذ إجراءات قانونية بحق من يمزق تلك اللافتات هذا ودع ناشطون مدنيون إلى معارضة الانتخابات وعدم المشاركة فيها بسبب مساوئ النظام السياسي فضلا عن وجود أعمال ابتزاز للميليشيات لأغراض انتخابية مما يؤكد عدم نزاهة الانتخابات المقبلة وتوقعت وكالة فرانس بريس أن نسبة المشاركة بالانتخابات لن تتعدى أكثر من 20% وكدة أن دعوات إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة صدرت من العديد من القطاعات في العراق وخصوصا من فئات شبابية فقدت ثقتها بالأحزاب السياسية التي تتهمها بدعم العنف والفساد الأحزاب التي تمتلك ميليشيات مسلحة مع حضرها من المشاركة وفق قانون الانتخابات عام 2015 إلا أنها تتصدر المشهد أحزاب لديها أذرع وفصائل مسلحة ممنوعة من دخول الانتخابات بموجب القانون ممنوعة قانون الانتخابات ولا قانون الأحزاب السياسي فالميليشيات التي تمتلك واجهات سياسية تتصارع بقوة على الاستحواذ على أكبر قدر من المناصب التي تمنحها السلطة والمال لتحكم بمقدرات العراقيين في إعادة تدوير العملية السياسية الطائفية اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر